ينتظر هؤلاء بفريغ الصبر أي دخل أبيض يخرج من اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قضية زيادة الأجور في القطاع العام المتقاعدون العسكريون والمدنيون يترقبون ثلاثاء المقبل موعد الجلسة والمناقشة لكن المعلومات لا تشير إلى إمكان التوصل إلى حل بهذه السرعة وعلمت الامتفي من مصادر رسمية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي جاهرة في الجلسة الأخيرة مفين مناطشي للمتأعدين وأضافت المصادر ما فينا نسلؤ الأمور سلئ النقاش عم ياخد وقت عم ندرس كل التفاصيل بناء على الأرقام والواردات وعلى أساسها بتمتعاطي وعن سؤال عما إذا كان طرح صرف الراتب على أساس صيرفة قابل لتطبيق ذكرت المصادر إذا صرفنا رواتب على صيرفة يعني عم نرجع ناخد من الاحتياطة يعني أموال الموديعين حراك العسكريين المتقاعدين يخشى التأجيل وحذر في بيان اللجنة الوزرية من التواصل إلى حلول بعيدة عن مطالبهم إذا تلاتة اللجنة الوزرية لم تقر المطالب تبعنا أكيد أننا تحرك الأسبوع الجي لأنه نحن معاودين أنه ولا مرة عطتنا حقنا سلطة بالتفاوض كل مرة تحرك بالشارع وتحرك موجع تيعطونا حقنا لذلك نحن جاهزين للتحرك الأسبوع الجي لم يقرر التحرك بعد على ضوء نتائج الاجتماع اللجنة الوزرية نهرت تريد الثلاثاء للمتقاعدين قريب بالرغم من أن السياسة الحكومية المتبعة ستكون طرقعية وهدفها الدائم تهدئة الشارع